اشتركوا في القناة بإمكانك تنزله من الجوجل بلاي بشكل مجاني أو من خلال مدونتي ورابط التدويني موجود تحت الفيديو بالوصف طبعاً رح نحتاج لهالتطبيق على جهاز الأندرويد الخاص فينا اللي احنا بنحاوله لماوس أو لكيبورد ورح نحتاج كمان لبرنامج آخر رح تكون تارك لك رابطه موجود داخل المدونة بتفوت على المدونة وبتنزل هالبرنامج طبعاً تنزلت البرنامج بسيطة بعد ما تفوت على الرابط رح يفتح معك هالموقع بعد ما تتخطى الإعلان إن شاء الله رح تنزل للأسفل رح توصل عندهون زي ما أنتوا شايفين بإمكانك تنزل الآب أو التطبيق للتليفونات وبإمكانك تنزل الماوس سيرفر الخاص بالكمبيوتر كان للويندوز أو للماك أو للينوكس طبعاً بعد ما تنزله بتفتحه وبتنزله تنزيل عادي نيكست نيكست ما بده أي مشاكل ولا وجهة رأس طبعاً بعد ما تنزله ما تفتحه ولا تسوي فيه أي شي فقط نزله على جهاز الكمبيوتر الخاص فيك والشرط هون عشان تخلي تليفونك ماوس أو كيبورد لكمبيوترك هو أنه لازم يكون الكمبيوتر والماوس على نفس الشبكة بعد ما نكون نزلنا التطبيق على تليفوننا الأندرويد والبرنامج أو السيرفر على جهاز الكمبيوتر كان ويندوز أو ماك أو لينوكس بكل بساطة بنشغل تطبيق الأندرويد طبعاً بعد ما نشغله رح يفتح معنا بهاي الطريقة زي ما أنتوا شايفين هاي الواجهة الرئيسية تبعته رح يكون فيه عندك الماوس وعليك كرة هيك بتلف زي ما أنتوا شايفين وتحت الماوس بطلع لك اسم الكمبيوتر تبعك بيحكي لك سيرشنج أو يتم البحث طبعاً أول ما يطلع اسم الكمبيوتر تبعك تكبس عليه عشان يعمل معه كونكتنج أو اتصال طبعا بعد ما تكبس على اسم الكمبيوتر الخاص فيك هيك تم وصل التليفون مع الكمبيوتر الخاص فيك طبعا زي ما انتوا شايفين هاي شاشة الكمبيوتر الخاص فيي وعشان تبلش تتحكم بالماوس او الكيبورد زي ما انتوا شايفين تكبس على التاب اللي جنب التاب الاول اللي انت كنت عليه داخل التطبيق وبتبلش تتحكم بالتليفون كأنك على الماوس باد الخاصة باللابتوب فزي ما انتم لاحظين زي ما بحرك اسبعي على شاشة التليفون الماوس بتحرك معي طيب خلينا نعمل كمين شغلي نفتح هالفولدر مثلا او هالملف نغلقه طبعا سرعة الماوس عندك تتحكم بسرعة اصبعك انا مش عارف اتحكم مزبوط لانه بصور فالوضع عندك رح يختلف اكيد المهم ننتقل الى الكيبورد زي ما انتو شايفين التاب الثالث هون اذا بتكبس عليه بيفتح معك الكيبورد ومن خلال هالكيبورد بامكانك تتحكم بتليفونك انه يصير كيبورد للكمبيوتر كان بالعربي او بالانجليزي او اي لغة انت بدكيها ولكن بالبداية خلينا نفتح ملف نصي او مستند نصي عشان نكتب عليه داخل الكمبيوتر الخاص فيه في عندك ازرار بامكانك تتحكم فيها على اساس انه الماوس الكبس اليمين او الكبس الشمال تبعت الماوس او العجل وهكذا طبعا نفتح الملف النصي ونتجه الى الكيبورد زي ما انتو شايفين ونبلش نكتب زي ما انتو ملاحظين زي ما بكبس عالتليفون بكتب عندي عشاشة الكمبيوتر خلينا ابلش بالعربي اشوف كيف بكتبه للا زي ما انتو شايفين بكتب عربي اوكي ممتاز نمسح كل اشي واجرب اكتب اشي مفيد مثلا زي ما انتو شايفين كتبنا مرحبا بكم احبائي في قناتي على اليوتيوب The Breaking Wolf اوكي خلينا ادخل على الفونت واكبر الخط شوي عشان يوضح عندكم اذا كان مش واضح بالشاشة او بالتصوير ننتقل الى فونت بعدان زي ما انتو شايفين بنكبر الخط وكل اشي انا عملته حاليا باستخدام تليفوني كان من كتابة او كان من تحريك ماوس فهل برنامج كثير مفيد للاشخاص اللي بدهم يتحكموا في الماوس مثلا عن بعد او يتحكموا في الكيبورد عن بعد مثلا هو عيد عن شاشة الكمبيوتر او مثلا اذا خرب عندك الماوس والكيبورد لا سمح الله بامكانك انك تسلك حالك باستخدام هالماوس والكيبورد اللاسلكيات او الوهميات فلهون بكون انتهت من الفيديو ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم والتطبيق عجبكم اذا عجبكم لا تبخلوا علينا بالدعم طبعا اذا كنت مش مشترك اشترك بالقناة عشان يوصلك كل اشي جديد واعذروني على التأخير بس زي ما انتوا عارفين الحمد لله بفضل من الله تمكنت اني اكون من الاوائل على المملكة وجبت معدل 85.5 بتخصص اللي هو التسويق فزي ما انتوا عارفين يعني نجاح ومباركات وهكذا وحاليا صار في عندي مرحلة جديدة اللي هي الانتقال الى الدراسة الجامعية فحاليا انا مبلوش بالتسجيل بالجامعات وهيك واشوف شو بطلعلي في الجامعات بس ان شاء الله رح اكمل تسويق واذا بقدر اني احصل على الدكتوراه في تخصص اللي هو التسويق ان شاء الله رح اخذه نتمنى لكم التوفيق وان شاء الله يا رب تتوفقوا بحياتكم وبتوخذوا اللي بدكم اياه وبنشوفكم باعلى المراتب ان شاء الله طبعا انا طولت بالفيديو فخليني اختم هون واحكي لكم شكرا للمشاهدة ويعطيكم العافية كان معاكم اخوكم سعيد من قناة The Breaking Wolf السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته